تحليل الإيد وبياض اللسان بعض الناس تشتكي من أنها بعد ما عملت ممارسة جنسية غير شرعية خافت على نفسها أن يكون لديها أمراض جنسية طبعاً هي ترائب جسمها ترى هل هناك ظهر طفح جلدي أو لا هل ظهر غدد لنفاوية في الرقبة أو لا هل هناك بياض في اللسان أو لا من ضمن المشاكل التي تقابل هؤلاء الأشخاص موضوع بياض اللسان طبعاً هم يربطوه بالإيز ويقولوا طالما أن هناك بياض في اللسان يبقى أنا عندي إيز يبقى أنا سموت في خلال 6 شهور وبالتالي يحدث نوع من أنواع القلق والتوتر طول ما بياض اللسان موجود نحن نحب أن نوضح أن بياض اللسان لا يعني أبداً أنك عندك مرض الإيد